الأحوال الجوية متقلبة، المطر يهطل خارجاً وأنت في طريقك للعمل أثناء سيرك سيارات كثيرة تعيقك على الرصيف فتذتر لنقل خط سيرك نحو الطريق لتصبح السيارة على الرصيف وأنت وعدد من المارة على الطريق جولة استطلاعية إلى الشوارع تلاحظ من خلالها تذمر الراجلين من المعاناة اليومية للركن العشوائي للسيارات فوق الأرصفة خاصة فترة الشتاء في غالب الأحيان يتبلل المارة وأحيان أخرى يغامرون بسلامتهم هذا نقص الوعي من طرف السائق الجزائري بالطبع هو يعطل الراجل ويمتل حتى خطر عليه بعدما يكون يمشي في الرصيف يلقى روح ويلجأ إلى النزول للطريق تصرف غير عقلاني ولا حضاري تغى على المظهر العام للشوارع في كل الأمكنة وباختلاف الأزمنة يصعب العبور على الراجلين ويذترهم لاستخدام الشارع ثم العودة إلى الرصيف ركن السيارة فوق الرصيف مخالفة تحتاج للحزم مع ضرورة توفير عدد كاف من مواقف في السيارات خاصة وأن الذق سمة أساسية للطرقات تجبر الثائقين على الركن فوق الرصيف بدلا من وضعها على قارعة الطريق ليواصل الراجلون مهمتهم الشبه مستحيلة لإيجاد مكان على الرصيف